السلام الحلقة اليوم هي عن فضيحة ترتكب بالمحكمة العسكرية المحكمة العسكرية اللي هي عم بتكون شاهد زور على فضيحة غير مسبوقة بتاريخها حيث يبدو انه هناك قرار كبير اتخذ بلفلفة ملف العملاء الملف اللي اوقف فيه عشرات المشتبه فيهم بالتعامل مع استخبارات العدو الاسرائيلي الفكرة انه تعاطي مع هذا الملف من قبل القضاء من بدايته مشبوه يعني القضاء بأداءه بملف التعامل مع العدو الاسرائيلي تعامل مشبوه نيابة العامة العسكرية تساهلت قضاة التحقيق تساهله كان يعول على المحكمة العسكرية ولكن بيجي متهم بتهمة التعامل مع اسرائيل هل قد تهمة حساسة الجلسة بتدوم بضع ساعات وبيصدر الحكم عنا براءة ها ولا مرة سايرة يعني القضاء اللبناني سبق القضاء السويسري سبق القضاء الامريكي سبق القضاء البريطاني شو ما بتكون قضاء بالعالم ادريس بقوه يعني ملف بهيد الحساسية التحقيقات زائد القرار الظني زائد الحكم المحكمة بيطلعوا خلال شهرين ونص كحد اقصى شو بتكون اكتر من هيك يعني بملف هالقد حساس اليوم رح احكي عن شخصان تم اخلاق سبيلهم هني من المتهمين بالتعامل والتواصل مع مخابرة العدو هني إليا الريس وأسعد الحكيم تهمي كانت التواصل مع العدو الاسرائيلي وهني على بيّن من أمرهم والتجسس لصالحه لقاء مبالغ مالية شو عامل إليا الريس في فيديو رح ينشر خلال يومين اللي جايين رح يحكي تفاصيل الجرم اللي صار أو بالضبط ماذا ارتكب إليا الريس اللي اليوم برق من قبل القضاء العسكري اتركز التحقيق معه لإليا الريس على لقاءه بضباط من الاستخبارات الإسرائيلية بالعاصمة الجورجية تبليسة والتحقيق بيّن أنه مشغله أخضعه لسلسلة اختبارات وسألوا المحقق أنه هيدا الشخص اللي كان عم يتواصل معك لإسمه زياد ما شكّت أنه بيعمل لصالح الاستخبارات الإسرائيلية بجوابه الحرفة بيقول لم أشك في ذلك إلى أن أخضعني لاختبار كشف الكذب تخيلوا أنه هيدا الشخص هو من العملاء لقلال اللي هني بيطلعوا خارج لبنان وبيخضعوا لاختبار كشف الكذب وبيتم إخلاق سبيله بهذه السرعة وقت ليوصل عميل ليعمل هيدا الاختبار فمعناته هو مقطع مراحل مع الإسرائيلية سألوا المحقق اللي بضاء بالمعلومات ما خبرك زياد بشكل مسبق أنه أنت بدك تعمل اختبار كشف كذب قال لا أنه ما كان على علم أنه رح يخضع لاختبار كشف الكذب هيدا إفادته الأولى اللافت أنه بهذا الملف أو بالتحقيق معه لإليا الريس بتلاحظوا أنه فيه تناقض كتير كبير بإفادته الأولى والإفادة الثانية نفس السؤال اللي كان عم يسأله بالبداية بالمرحلة الثانية وقت اللي يسأل عنه بجواب آخر أو نتيجة التدقيق بتبين أنه كان عم بيقول غير الحقيقة كان عم بيكذب لذا التدقيق بهاتفه لإليا الريس تبين أنه هو بهذا التاريخ اللي كان فيه بتأبي جورجيا عمل بحث بتليفونه عن مقالات بتشرح كيفية التغلب على جهاز كشف الكذب يعني هو كان بيعلم مسبقا أنه رح يخض على اختبار كشف الكذب وبأكتر من سؤال بيتبين أنه هو عم بيخالف ما ذكر بالإجابة الأولى من إفادته سؤل إليا فقال أنه سؤل إليا وجهه أنه أنت قالت أنه أنت ما كنت عارف وتبين أنك أنت عامل بحث عن كشف الكذب فقال لهم صدفة عملت بحث على الإنترنت عن اختبار كشف الكذب وهذا اللي صار وأنه أنا اتفاجأت باليوم التالي بإجراء أول اختبار من هيدا النوع بحياتي نتيجة تعامله مع العدو أبض إليا الرئيس مبلغ 1500 دولار رغم التناقض بإفادته لإليا الرئيس ورغم الكذب بالمرحلة الأولى وتبين بالتبقيق أنه هو مكذب ومش معروف حجم المعلومات اللي هو خفيها قرر القضاء العسكري يبرقه وقبله قرر حاول يخليله سبيله ولكن النياب العامي وقفته لافت أنه القضاء العسكري عم يركض لحتى يبرقهم لهول الموقوفين تحديدا بهيدا الملف لأنه فيه قرار مش معروف من واقف وراه بلفلفت هيدا الملف لأنه يبدو ما فيه مصلحة بفتحه بينما القضاء العسكري ذاته هيدا المحكمة العسكرية اللي بعضه ناصر نادر اللي مشارك باغتيال المسؤول بالمقاومة من 2009 بعده لليوم محكمته مش بس الماصر نادر فيه عشرات لا بالمئات لا بالألاف الموقوفين اللي قلن أشهروا سنوات موقوفين من دوم محاكمة وجلساتهم بتتأجل لستة شهر ولسنة والقاضي مثل إجره ورئيس المحكمة اللي هو معين من قبل قائد الجيش بالمرحلة الأخيرة ما سألان وما عني له أنه الملف يمشي بسرعة ولا لأ ملفات الباقيين ولكن بهذا الملف منحط كل تقلنا لحتى نحن نطلعه اللي هي الرئيس توقف بـ 15-1 15-1-2022 أرسل المحضر الأساسي للقضاء بعد أسبوعين وتم طلب التوسع بالتحقيق استجوب بموضوع التحقيق الأساسي من قبل قاضي التحقيق العسكري بتاريخ 8-2-2022 وقته أصدر القاضي قرار بتركه بنفس التاريخ أنا ذاك الثابت أنه فيه تدخلات دينية صارت من قبل بكركي من أجل إخلاق سبيله تمت مراجعة نياب العامين العسكرية فأشارت بإبقاؤه موقوف لحين انتهاء التوسع بالتحقيق بتاريخ 8-2-2022 أرسل محضر التوسع بالتحقيق للقضاء وبعدها بحوالي تسعة أيام صدرت مذكر التوقيف بحقه بناءً لهذا المحضر الإرحائي صدر قرار اتهامه بحقه لإليا الرئيس واتهمه بجناية التجسس لصالح العدو وأصدرت مذكرة القاء قبض بحقه وتم نقله لسجن رومي بتاريخ 23-2-2022 بعدها يعني بتسعة وعشرين هيدا الشهر شهر أذار بيصدر حكم عن المحكمة العسكرية بالبراءة للشك وعدم كفاية الدليل مثل إليا الرئيس في عنكن أسعد حكاية لهو توقف تقريباً بنفس الوقت وصدر حكم وصدرت بحقه مذكرة توقيف وحيل للقضاء وحوكم وبنفس هيدا نهار بتسعة وعشرين أذار بتقرر المحكمة العسكرية تبرقته للشك وعدم كفاية الدليل اللافت أنه هيدا المحكمة العسكرية المحكمة العسكرية اللي برقت شيخ متهم بالإرهاب متهم بتفجيرات إرهابية بسبب تدخل المفتي هي زيتا المحكمة العسكرية عم بتبرق متهمين بالتجسس والتعامل مع العدو الإسرائيلي بتدخل من البطرك فإذا المفتي والبطرك اتدخلوا يخلى سبيل الموقوفين ويبرقوا ولكن هون لابد من الإشارة إلى أن المحكمة العسكرية صلب عملها هو مكافحة الإرهاب والتجسس والتعامل مع العدو الإسرائيلي أصل الملفات الموجودة بالمحكمة العسكرية هي ملفات إرهاب وملفات تعامل مع العدو الإسرائيلي إذا هيدا الملفات أفرغت من مضمونة وصارت الوساطة السياسية والدينية هي عم تلعب دور شو فيه مبرر أصلا لبقاء المحكمة العسكرية ترجمة نانسي قنقر